أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لرؤية أن البعثة الدبلوماسية الأردنية في السودان بخير عقب اقتحام مبنى السفارة في الخرطوم وتخريب ممتلكاتها الناطق باسم الخارجية سينان المجالي أوضح أن البعثة متواجدة في منطقة بورتو سودان وضمن أماكن آمنة منذ اندلاع الاشتباكات في الخامس عشر من نيسان الماضي مؤكدا عدم وجود أي من أفراد البعثة الأردنية في المبنى أثناء الاقتحام وحول المقتحمين لم تذكر الخارجية الجهة المسؤولة ولم تتبنى أي منها هذا الاقتحام وأدنت الوزارة والاعتداء وأعربت عن استنكارها لما تعرض له مبنى السفارة ورفضها أشكال العنف والتخريب كافة خاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها هذا وافتتح الأردن سفارته في الخرطوم عام 1963 وبعد أحد عشر عاما افتتحت السودان سفارتها في عمانة